الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الإخوة والحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم فأغفى إغفاءة كما جاء ذلك في صيح مسلم من رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه فأغفى إغفاءة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نام لأنه نوم يعني نام فبعد ما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ورفع رأسه مبتسما نام وبعد ذاك صحة ورفع رأسه مبتسم فقال قلنا ما أضحكك يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحكك شنو لأنه رفع رأسه مبتسم قال أنزل علي آنفا صورة فقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أتدرون ما الكوثر قال قلنا الله ورسوله أعلم ده كان من أدب الصحابة قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر في الجنة وبعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفوا بأوصاف كثيرة وفي أحاديث يعني كثيرة في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام وصف للصحابة نهر الكوثر فدا نهر في الجنة ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام إن أعطيناك الكوثر وهو خير كثير وده ما فيه تعارض لأنه النهر هو من الخير الكثير النهر في الجنة فالنهر ده ربنا أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر في سبب نزول الآية أو في سبب نزول الصورة كما جاء ذلك في تفسير ابن كثير وغيره إنه كانوا في بعض المشركين كويس لما مات إبراهيم وهو ابن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا ناس حاغدين وحاغدين على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي دعوة التوحيد ويس حاغدين إن الرسول قال لهم خلوا عبادة اللات وعزة ومنات وهبل وغيرها من الأوسان والأنداد كانوا زعلانين من الموضوع هذا فلما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا دعوه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني فإنه أبتر يعني حينقطع ذكره أبتر يعني يعني ذكره أبتر يعني منقطع يعني منقطع الذكر يعني حينقطع ذكره وما حتقوم له قائمة أصلا وده كان من جهلهم ومن حقدهم ومن باطلهم الوصف به والنبي عليه الصلاة والسلام شاكده في نهاية الصورة ربنا قال إن شانيك هو الأبتر ديل هم المنقطعين ذكرهم الحينقطع ذكرهم فعموما الكوثر نهر في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام وصفه قال يعني هو أبيض من اللبن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وآنيته كعدد النجوم الآنية كويس البيشرب بيها كعدد النجوم وريحه أطيب من المسك شوفها الخير ده كيف ده كل ربنا أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام والكوثر ما هو الحوض ده ما حوض النبي الكوثر هو بيصب على حوض النبي عليه الصلاة والسلام الحوض ده ربنا بيجعله ربنا وعد بيه والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة والحوض مويته بتصب من نهر الكوثر والحوض حيجي المؤمنين يوم القيامة ويشربوا منه بل النبي عليه الصلاة والسلام بيسقيهم بيده الشريف عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضلي ففي ناس حيجي يشربوا من الحوض وفي ناس ما بيشربوا في ناس يوم القيامة ما بيشربوا من حوض النبي كويس لأنه بيجوا دارين يشربوا وحيمنعوا من إنه يشربوا من الحوض وده فيه خير كتير الحوض ده من شرب منه شربة ما لا يضمى بعدها أبدا ده اللي بيشرب منه تاني ما بيحتش أبدا أبدا لكن في ناس حيمنعوا من الخير ده كويس وده الناس ده المبتدعة أي زلطة القيامة مبتدع ده حيمنع من الخير ده يوم القيامة لأنه بدل وغير في الدين كل الناس الليلة الجابين بدع في الدين ناس الطرق والحزبيين وغيرهم والخوارج والجماعة بتعين الخروج على الحاكم وغيرهم كل الناس اللي بيجيبوا بدع والدواعش والتكفيرين وغيرهم ده الكلهم ببدعهم دي بسبب البدع دي يوم القيامة بيجيوا ناس ما بيشربوا من الحوض حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيشفق عليهم بيشفق عليهم كويس فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني أنت يا رسول الله ما بتعلم الأحدث والابتدع في الدين من بعدك وحيمنع من إنه يشربوا من الحوض وده فيه دليل يا أخي إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعلم شنو ما بيعلم شنو ما بيعلم الغيب يا أخي لأنه يقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني الرسول ما بيعرف الحصل بعدك شنو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما بيعلم الحيستقيم منه والحيضل منه النبي ما بيعلم فمن باب أولى إنه ما في أحد دون النبي عليه الصلاة والسلام كان ول صالح ولا كان طالع ولا كان جن ولا شيطان ما في أحد بيعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى إذا كان الرسول ما بيعلم الغيب ودي آية في القرآن ربنا قال قل لا أملك قل يعني يا رسول الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير دي جملة شرطية يعني لو كنت أعلم الغيب يعني النبي ما شنو ما بيعلم الغيب لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نظير وبشير لقوم يؤمنون فالنبي ما بيعلم الغيب إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك الليل يجي زول دجال أو زول شيخ طريقة أو يسموه ولي من الأولياء ومزعومين ساي يقول لك ده ولي مزعوم ساي فإيجي يقول لك بيعلم الغب وده موجود يا جماعة ده موجود هنا في الكتاب ده رياضة الجنة ونور الدجنة ديوان رياضة الجنة ونور الدجنة تاليف الشيخ البرعي وما شيخ ذاته شاعر تاليف البرعي عبد الرحيم وقع الله البرعي هذا لي والكتاب قاعد مفروش تحت هنا ده قال الأولياء بيعلم الغب نصدقه هو لنصدق الله قال الأولياء عنده قصيدة قال الأولياء لقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر لحد ما قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وده أكبر شيخ للطرق كلها في السودان الليلة يهو الشيخ ده كويس في كتابه ده قال الأولياء بتعيننا نشت بيعلموا الغيب وده تكذيب لكلام ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال قل لا يعلموا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فأزول يكون واضح من هسي يا صدقت الله يا صدقت الكلام الفارغ ده تختار من هسي يا نصدق الله يا نصدق الكلام الباطل اللي بيكتبون الجماعة دين والبيقول الجماعة دين فالغيب ده بيعلم والله براه ما في دجال ولا فكي ولا زول تلقى مجدوع مجدوع في غرفة مضبل عامل له ستارة ولا من نساوين ولا من مين والناس خاشين ومارقين يقول لك ده بيجيب الرايحة بيجيب عليك الله ده ده ما شغل بتاع احتيال وده ما شغل بتاع باطل زول اللي يجيب الرايحة كيف الحاجة الرايحة دي الرايحة يعني شنو يعني غايبة الرايحة يعني غايبة انت تعريفها كيف يعني فده زول دجال وزول محتال وده يشوف واحد من اتنين زول اللي قاعد مجدوع له في غرفة وعمل له ستارة وما عارف ليك ويقول لك يجيب الرايحة زور رحلة تلفون جالكسي زور رحلة ومعرف شنوه وارت سرقوا عربيته وفي شيخ طريقة زات هناك في الخرطوم قالوا سرقوا الأكسن بتاعه كويس دجالين ومحتالين تقول لي تجيب الرايحة انت عربيتك زادة سرقوها تسعة طويلة بتاعت عربات انت ما قدرت تعريفها وين زات فيقول ليك بيجيب الرايحة والعنده بهيمة راحت يقول ليك وين في المحل الفلاني وتمشي وين وده كل يا جماعة من الكذب على الله سبحانه وتعالى زور بالدعي علم الغيب وده الناس كتارة الليلة ناس بمشي لهم وده من أبطل الباطل لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول تقال الكاهن والعراف دم له يهو زور المجدوع يقول ليك بيجيب الرايحة وين وين قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وهو القرآن لأنه ده كذب تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى وربنا قال بيعلم الغيب براو تقول ليك تجيب الرايحة وشوف ده واحد من اثنين لأن كلام ما يكون كلام طويل واحد من اثنين إما الشيخ ذاته أو الزول المجدعدة يكون هو ذاته الحرامي وده كتير بالمناسبة هو ذاته بكون حرامي هو ذاته بكون حرامي إما يكونوا الحرامي سرقه ذاته إما يكون بتعامل مع الجن والشياطين وده بيحصل برضو كويس لأنه ده في النهاية بتعاملوا مع الجن والشياطين مسترق السمع ده الشياطين بتراكموا فوق بعض لحد ما يسمعوا الوحي من الملائكة اللي بيوحي لهم ربنا سبحانه وتعالى بيسمعوا الوحي من السمع بعد ذاك بيقوم بيجيبوا للدجال والكاهن والفكي كويس زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم خبطوا أبي 99 كطبة فده ده ده شأنهم ده موضوعهم فربنا قال إن أعطيناك الكوثر ده ربنا أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام والناس اللي بيجيهم الغيامة ما بيشربون الحوط ده الناس مبتدعة شأن كده إنت تعمل حسابك ما تحدث في الدين ما ليس منه أولا تتعبد لربنا بيشي إنت ما لقيت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف بفهم الصحابة ما تتعبد ساي شأن كده العلم قالوا العبادة توقيفية توقيفية يعني يعني أنت تتوقف تتوقف لحد ما تلقى دليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتعبد ساي الليلة ناس كتار عندهم بدع كتيرة الأيام دي في بدعة بدعة المولد ويس تلقى ناس محتفلين يقول لك بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ده كله كلام باطل لقيته وين وين في القرآن وين في السنة وين في كلام الأئمة وكلام السلف وين في كلام زيدة والله نديهم ليوم القيامة ما القدليل واحد إنه يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وده شغل النصارى شغل الكفرة ومن التشبه بهم كويس ما بالقدليل أبدا وده كله كلام فارغ يقول لك محتفلين بالنبي كويس تخش الموالد دي كلها تلقى خيم تلقى شيخ أي طريقة تلقى شيخ سورته معلقة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفناه ده المعلق ده علاقته شنو مع الرسول ده علاقته شنو الشيخ المعلق ده علاقته شنو مع الرسول شن تعرف إنه ده كله شغل ترويج للشيوخ ولإستعباد البشر ولعبادة الشيوخ ديال مع الله سبحانه وتعالى خيم كلها تلقى مليان الشرك بيالله والناس بينده في الشيوخ كويس والقصائد السي أخوان ديال قالوا عليكم كويس تلقى الناس بينده غير الله كويس وينده في الفقرة وفي الشيوخ وفي الدجالين وتلقى من يرقصه يقول لك ده ذكر ده ذكر الرقيص ده ذكر لقيته وين ده وين ويجيب جيب لي آية إنك جيته تذكر ربنا وترقص والله نديك ليه ما الغيامة تقوم جيب الرسول كان بيرقص كويس تلقى الجماعة يرقصه وما عارف شنو كلام فارق كله حرتي سرتي ماهو الفجل ماهو البامبي ما عارف شنو دي فيها حسنة دي فيها حسنة في الحرتي ولا في السرتي ولا في الفجل ولا في البامبي دي آتوا حسنة دي لكن شوف السنة دي سهلة كيف كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمات خفيفة تقيلة في الميزان يوم القيامة سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم تقول ليح رتي سرتي ولا فيجل ولا كلام فارق فربنا قال إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشكر الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر أيوان طيب فصل لربك وانحر والعلم قالوا العبادتين ديل ديل من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى كويس؟ زي ما ذكر العلام السعدي عليه رحمة الله في التفسير فالصلاة فصل لربك وانحر النحر هو الزبح الزبح كويس؟ الصلاة ما بتخفى عليكم فضل الصلاة في الدين وفي الإسلام لأن الصلاة الركن التاني من أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليها العبد يوم الغيامة بعد العقيدة والتوعيد عقيدتك بقى التمام لا إله إلا الله تمام عقيدتك في الله لا بتنده غير الله لا بتتبرك بالقبة لا بتصف ترى بالقبة لا بتعلق الحجاب والحراسة والودعة والغيره عقيدتك في الله تمام الله بيعلم الغيب براه الله بيدي جنب راه غيره من المسائل بعد ذاك بحاسبك في الصلاة أما لو قاد عقيدة ما في أي حساب بتخش النار طوالي طوالي بتخش النار لو قاد في العقيدة وعندك شرك به الله فربنا قال فصلي لربك الصلاة دي فصلي لربك صلي لالله وكذلك الذبح فصلي لربك وانحر كذلك النحر الذبح هو لله سبحانه وتعالى والليلة ما بتلقى لك زول بيصلي لغير الله سبحانه وتعالى يعني بينية إنه يتقرب إلى الله عز وجل يقول الله أكبر ويتقرب ويصلي لغير الله تقربا إلى المخلوق ده نادرا ما بتلقاوه إلا في مسائل بتاعة الرياء وكذا ده مسائل أخرى وده من الشرك كذلك لكن الزبح لغير الله ده موجود كثير بالمناسبة موجود ولا ما موجود موجود لأنه في ناس بتلقاوهم من مظاهر الشرك زول بيشل بهيمة بيمشي في القبة بيزبح البهيمة ولا العتوت يزبح هناك عند القبة تقربا للولي ولا للميت المدفون ولا غيره الولي مزعوم ساي داري تقرب للميت ده شرك أكبر بيطلع أكبر الدين لأنه ربنا قال فصلي لربك وانحر الزبح لله ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي يعني زبحي ده الزبح ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ده كله لأله زول تلقاوه يزبح عند القبة واحد تاني تلقاو ربنا لو أداو عربية أداو سيارة ربنا رزقوا أداو عربية يا أخي ربنا أنا عم عليك يا أخي لا مواصلات لا تعب وزحمة وإلى آخره زول ربنا يرزقوا عربية يمشي يزبح البهيمة يشيل الدم المسفوح ويقوم يلطش في العربية وده شريك أكبر وده من عادات الجاهلية ده من عادات الجاهلية وده تقرب للجن والشياطين زي ما قالوا علمانا منهم الشيخ الفوزان حفظه الله وغيرهم ده تقرب للجن يقول لك عشان يقول لك عشان العين وما عارف شنوه والآخرين فده بتقرب للجن والشياطين يا أخي والدم المسفوح ده الدم المسفوح بتاع البهيمة ده العلماء قالوا ده أنجز دم أنجز دم اللي بيشيلوا بيلطشوا في العربات وحدين تانين تلقزوا ربنا رزقوا عمارة أو بنا ليه بيت أو اشترى ليه بيت جديد بيشيل الدم المسفوح بيقوم بيمشي أول حاجة بيزبحوا في العتبة قل ليك بيطروا ده الجن والشياطين وبعد ده يشيل يلطش في الحيطة كويس هقيدة فازة ده شرك أكبر طلع أكبرها الدين كويس لكن ما في مشكلة إنك إنت تفرح بينعمة الله عليك وتسبح شكر لله وتنادي الناس وتطعمهم وكذا دي ما في أي شكال أما باقي الأمور دي من الشركة الأكبر فربنا قال فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر شانيك أي مبغضك ومنقصك يعني الببغضك يا رسول الله إن شانيك الببغضك يا رسول الله والبنقص من قدرك وبنقص من أمرك ومن دعوتك ويبغض النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس إلى التوحيد وتحذير الناس من الشرك ببغض النبي ربنا قال إن شانيك هو الأبتر يعني هو المنقطع ده المنقطع ذكره وده هو المنقطع من الخير كله في الدنيا وفي الآخر أزاد ده هو المنقطع فشان كده تلقى أي زول في الدنيا دي ختاما أي زول بيبغض النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقاه زول مبتلة في الدنيا دي كويس وزول منقطع من الخير ومنقطع ذكره ذاته منقطع ذكره وين الليلة دعاة الضلال دي لكلهم كويس وين هم الليلة وينهم لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام شوف بالله ربنا رفع ذكره كيف كويس وربنا رفع المقام المحمود والنبي عليه الصلاة والسلام عنده كم من الأجباع الليلة البدافع عنه والبدع بنفس دعوته زي ما بيدعوا الليلة أخواننا ديل هنا الليلة نحسبهم والله حسيبهم دعوة لا لحزبية لا لجماعات لا غيره لا حزبين لا نصرطن لا مركز عام لا إصلاح لا دواعش لا جبهجية لا غيره ما في أي دعوة لحزبية ولا غيره دعوة للتوحيد ونهي عن الشرك دا الحاصل كده دا من دا من يعني من من نعمة ربنا على النبي عليه الصلاة والسلام شوف اتباعه كم الليلة شوف الدعوة دي دي كله في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام ربنا رفع ذكره ربنا قال ورفعنا لك ذكرك الليلة شوف النبي عليه الصلاة والسلام ربنا رفع ذكره كيف لكن الضلال دي المنقطعين من الخير كله شان كده انت ختاماً أنا أقول بالنسبة للعلمانين والشيوعين الظهروا الليلة بالذات في البلد دي في السودان وغيرها من بلاد المسلمين ظهروا بيدعوات علمانية يقول لك يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك هي مخالفة للحريات حرية الإنسان ومخالفة للحرية الشخصية وحرية الأديان ويقول لك دي يعني مخالفة للإنسانية شوف دي كلهم ناس كذابين وناس مفترين وناس فجرة وبيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام لأن دعوة الرسول هي الحرية الحقيقية بالمناسبة لأنها هي تحرر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وده التحرر الحقيقي لكن دي ما جايبين خبر دي الناس مستعبدين بالباطل وبالشيوخ وبالغير وبالأولية وبالقبب وبالعلمانية وبالشيوعية ناس مستعبدين لكن ما جايبين خبر ودعوة الرسول هي الإنسانية الحقيقية ذات وهي يعني الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة دي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فما تختر بيهم دي حتى الكفار القاعدين برا يقول لك دي مخالفة مخالفة للإنسانية وما إلى آخره ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام دي والله أكتر ناس ربنا مبتليهم في الدنيا دي ربنا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدوا الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون بعد ذلك يموت كافر بأله والعياذ بالله يخش النار ودي المعذبين امشي شوف شوف النازل تعبانين كيف وإجرامهم كيف وأمراضهم كيف والانتحار والإحصايات بتاعتهم كيف ده كله عشان بيبغضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فربنا قال إن شانئك هو الأبتر هو المنقطع من يعني منقطع ذكره ومنقطع من كل الخير في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه سلم وقدم أخونا عمر عبدالقور